خطوات مستمرة بتاعز من قبل بعض الأطراف السياسية لخلق صراع مناطقية في محاولة لكسب ود الإمارات جديد التطورات في التعز يشير إلى محاولات مكثفة لتقسيم محافظة التعز إلى قسمين وإفقال منشورات متداولة في وسائل إعلامية حزبية ووسائل التواصل الاجتماعي مقربة من الناصري فإن أهم ملامح التقسيم تشمل فصل الحجرية والمديريات السحلية لتكون محافظة مستقلة مركزها التربة ويتبعها ميناء المخى ويهدف المشروع إلى أن تكون مدينة تعز مديرية شرعب ومأويات تابعة لمحافظة تعز مراقبون لخارطة سيطرة العسكرية تهم الإمارات بإنشاء تحالف يضم كتئب أبي العباس وعائلة صالح خلف هذا المسعى خصوصا أن قوات تمولها أبو ضبي تسيطر فعلا على مناطق شاسعة في المحافظة بعيدا عن السلطة المحلية إذ يحاول الناصري الإنضمام إلى هذا الحلف وكيل محافظة تعز رئيس حزب المؤتمر بالمحافظة شيخ عارف جامل ندد في منشور على صفحة وسائل التواصل الاجتماعي بمحاولات التقسيم المناطقي لتعز وقال جامل إن من يحاول إثارة النعارات وتمزيق النسيج الاجتماعي لتعز تحت أي مضلة فهو مغرض عدو لها ولن يستطيع أحد مهما بلغ أن يمزق استفافة تعز ونسيجها الاجتماعية تحذير شيخ جامل يكشف عن محاولات مستمرة لتقسيم المحافظة وهو تحذير موجه أيضا إلى قيادات المؤتمر في الخارج المؤيدة للمشروع الإماراتي وتداول ناشطون ومقربون من التنظيم الوحدوي الناصري قبل أيام بيانا منسوبا للجنة الحجد المجتمعي للتحرير بمديريات صبر يتوعد بالهجوم على مدينة تعز لتخليصها مما أسماء عصابات تنتمي إلى المدينة ومديرياتها المجاورة كما جاء في البيان كما ينشط إعلاميون مقربون من أسرة صالح للترويج لسلك الدعوات في مواقع إلكترونية وصحف ووسائل التواصل الاجتماعي اشتركوا في القناة